رئيس الأركان الإسرائيلي بيعترف وقال إن الجيش فشل والاستخبارات فشلت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي قال إن الجيش فشل في هجوم طوفان الأقصى الذي أطلقته كتائب القسام التابعة لحركة حماس 7 أكتوبر الماضي قال هاليفي خلال زيارة للقيادة الشمالية الجيش الإسرائيلي بما في ذلك الاستخبارات فشلة في مواجهات أحداث 7 أكتوبر لم ألتقي حتى الآن بقائد واحد في الجيش الإسرائيلي منذ بدات هذه الحرب إلا وكان لديه إحساس تقيل بالمسئولية عما جرى وقال بعد الحرب سيتم تقديم الحساب ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة وتابع الجيش الإسرائيلي مستعد اليوم لمواصلات للقتال وقال إنه الوضع أصعب مما يتخيل هؤلاء أصعب مما يتخيل هؤلاء ده مين ده قائد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال لك يا جماعة احنا فاشلة اعتراف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالفاشلة نحن فاشلة أعتقد ده كلام يعني هو أنا اللي بقوله دلوقتي شوية الأخبار اللي بقوله هم كل يوم كنا بنقول إيه إصابت وكم صاروخ ورشقة صواريخ وضربه وهدمه هدأت الحرب خلاص فيش حرب يعني فيه هدنة يعني فخلاص إحنا الغبار انقاشع فاحنا بينا نشوف ويس فكل واحد بيشوف بقى إيه اللي خسره بقى في الحرب زي أنت بعد ما دخل خنائة وبعد ما الخنائة تسلج كده تبدأ تشوف إيه اللي تقطع منك بقى قميزك تقطع ساعتك تكسرت مش عارف إيه عملت تشوف إيه الخسائر بتاعتك هم دلوقتي عملين كل الجانبين بحسب نفسه بيعمل كشف حسيقاب من اللي غلطان فينا ومن اللي تسبب ومن اللي أنجز ومن اللي ما أنجزش ومن اللي تكسر ومن اللي مات ومن اللي أصيب ده شغال دلوقتي اللي هو يعني إيه زابتت ثلوج وبدأت المروج أهو الجيش الإسرائيلي بيقول إحنا فشلة المخابرات إحنا فشلة الجماعة بتقول الرئيس الأركان إحنا فشلة بيقولك ده فيه ألف واحد أصيب وفيه ربعمية قتلة ده فيه كذا ده فيه كذا على العكس تماما حركة حماس بيتقال إنه حماس ما زالت مسيطرة على قطاع غزة ودليل على ذلك هذه الصور التي بثت عبر وسائل إعلام تظهر أن حماس وقارد حماس موجودين ومسيطرين وبيتسلموا للأسرة وبيبتسموا فشوهم ولو كانوا خايفين وفرنز ومزعولين ما كناش شفناهم كل ده واضح وواصل للناس ثم ماذا بعد